موسيقى 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 اخرج اليوم تلقى في مغيال وحل الفنان منع لي يغني في المغرب وفي بعض الدول العربية الفنان اسمته رشيد غلام موسيقى رشيد غلام مغني من موليد مدينة صدر البيضاء يتميز بالاغنية الروحية يفضل الغناء اليوم كلتم ونظم الغزائي شارك في العديد من التظاهرات الفنية والمهرجانات العربية والمنع اللي تعرفوا في المغرب هو بسبب انتماؤه للعدل الاحسان موسيقى خلال هذا الروبورتاج كشفنا انسان متواضع وخلوق باضافة الى ان الاسوسياشون بلاجيغ وفرق لنا جميع تسهيلات باش نقوموا بروبورتاج دينا احسن الظروف موسيقى 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 الحجاز هو وصلة واحد قبل هذا الحجاز كان هناك حجاز آخر غير وجود موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والله وصلنا على سنة محمد وعلي مهم أشكركم على الاستضافة هذه السمية التي ذكرت كلها تشبه بعضها طبعا هو روحي لأنه يتغنى بالأشياء التي تتم بالروح كلمة ديني أنا أرفضها دائما لا أستعملها لأنه غناء ديني ما زال القنس لهوية الحقيقية ولكن هو يحترم الدين لأنه يمشي مع الأخلاق ومع القيام التي تنادي بها الديانة طبيعة الحال صوفي ممكن لأنه يمتزج مع ما تغنى به الصوفية من حب الإلهي والحب النبوي والغناء على الأحوال الوجدانية من عشق وهيام وحب لكن أنا غناء ذي الذي يشتغل عليه هو فن يتغنى بكل ما هو سامي ويتغنى بالحب الإلهي والحب النبوي يتغنى بالحب العذري يتغنى بمكنونات الإنسان الداخلية والجوانية كيف تنعكس إجاباً كي تسمو به إلى ما هو سبب وجوده إنسان في الدنيا هنا موجود لكي يسمو من ترابيته إلى ربانيته فإذن هذا هو الفن الذي يشتغل عليه بالعكس أول حاجة هو فن بالمعنى المتعارف عليه من الفن يعني ليس فن غريب يعني هو فن يعني يستعمل قوالب الموسيقية والمعروفة يستعمل آلات الموسيقية المعروفة فهو يختلف عن غيره من الغناء الآخر فقط في المضامين في المضامين الغنائية وأحياناً أيضاً في أشكال العرض والإقاعة وش هو هذا الموجة الموجودة الكثيرة يعني بالعكس الناس أصبحت يعني تتجه أكثر إلى هذه الألوان الغنائية التي تقربها من هويتها ليس الوطنية ولا الترابية ولكن من هويتها المعنوية وأيضاً لأنه صحوة كبيرة في المجتمعات الإسلامية ترجع إلى التزامها أو استغفر الله إلى تدينها وارتباطها بالإسلام فبالتالي أيضاً كثير من الفنانين وكثير من الشركات الإنتاج أصبحت تستثمر في هذا المجال كي تجيب ناس يغنون في هذا المجال إما حباً يعني أن يغنوا هذا اللون أو لأنه أيضاً سوق من الأسواق التي يجب أن نستثمرها فبالتالي كي يصاحب رسالة وكي يتحدث فقط يعني يستغل السوق يعني بالتالي بمقياس الموجود اللون يكثر جداً لكن نظري أنا هو أنه كي لا يكون موجة وينضطر يجب أن يحترم القيام الفنية هو إذا كان ينعت نفسه بالالتزام فيجب أولاً أن يلتازم بقيم الفنية والجمالية وإلا سيكون فن جتابل يعني شي حاجة كتدار وكتمشي ولا حد أنه كتير من الفنانين المعروفين في القنوات يعني كي يبان ويظهر ويمشي كما الفنانين الأخرين المصنوعين يعني كي يظهر ويمشي والتالي إذا التزم بالقيام الجمالية وبالبعد الرسالي وبالالاليات المعروفة للنجاح سيبقى دائماً هو مشي تفتح وإنما هو تصحيح نحن وردنا في أحد الإسلام وراتي مع الصحوة الإسلامية غير ناضجة فقهياً غير ناضجة فقهياً مع تأثير فقه منحبس وهابي تنتجه الدولة المعروفة يعني الناس أصبحت داخلها في واحد الدوامة وفي واحد الحصار من الممنوعات والمحرمات بشكل يعني كبير جداً وغير مبرر وغير معلل فبالتالي الدور دياني أنا ولا غيري الآن الناس أصبحت تكتشف دينها على الحقيقة تكتشف إسلامها تكتشف أن كثير من الأشياء غير حرام غير محرمة وهما محرمين على أنفسهم غير ليس فيها مشكل والناس دي لا فيها مشكل أو على الأقل إذا كانت فيها آراء فهي آراء شاذة فقالنا أما ما عليه الجمهور ما عليه عامة الفقهة الإسلام أنهم يبيحونها بحل مسألة الموسيقى مثلاً مسألة الموسيقى أغلب الناس ومحرمين على الموسيقى وتلقى كي تصنطلها ومحرمها وبالتالي بأنه فتوى قديمة ولا معنى معرفة قديمة أو معرفة وراثية قديمة من اللي كي يكتشف أنها مباحة ومحرمين على الأقل فهي ليست فتاح بل اكتشاف ليس فتاح بأنه كاننا منغالقين لا يسه منغالقين كان فقه منغالق فقه منحبس لا ينفتح على الأراء الفقهية الأخرى والآن بدأ يكتشفون نفسها محرمين على تيارات الدينية ليس داخل تيارات الدينية فقط تحتاج تيارات غير متدينة بفهم أن الناس تريد أن تفهم الدين بالهوى ديلا أنا لا يعني الأعمال اللي كذي أقوم به يعني أقوم به بوعين تام على ما هو وعلى ما يستدعيه من اختلافات ونقاشات من الآخر وبالتالي أنا أؤمنوا بما أفعل أؤمنوا بالمشروع ديلا أؤمنوا و لم أتبناه اعتباطاً أو اعتباطياً بل أسسته تأسيساً ممنهجاً فقهياً ومقاصدياً دعويان وتدافعياً يعني فقط تدافع وإعلامياً بأي مبحث من المباحث المعرفة وبالتالي أنا غير مستعد لأن أتخلى على قناعتي فقط لأن أقنعني الآخر بفكرة راسينة وتابتة ومؤسسة أنا لا أداعي المعرفة كلها ولكن الذي ألتزم بها هو أن أتخلى عن قناعاتي فقط لأن الأخر لم تعجبه بدون مبرير بدون تبيل بدون تفسير بدون تعليل وبالتالي لا الحركات الإسلامية والتيارات الأخرى لا أنتبه لها يعني لا أنتبه للرفض البسيط والعادي مثل هذه الحالة أول من أفهم كنت تقول إلى السيدنا رسول الله بعد أن أصبح سبقاين لا تخفضون الناس لا تنبه بالجعب لا تفعلون لا تقربوا الناس لا تفعلون كل شيء وفعلان وليست لا تستطيع إصلاح بما يفتيب ولا أعرف مني جابوها. من بعد كتشفوا أنها عالية. من بعد وكيد. وهكذا يعني الأشياء تجي في الأول بصدمة المعرفية. الناس تصدموا و تقرأوا و تبحثوا وتعرف. همتني. ما يكونش بشكل وراتي. ما يكونش بشكل سادج وتبسيطي. وبالتالي أنا لأنني أمين بالرسالة التي أعمل. لأنه أنا جيت يعني وجدت شطرين كبيرين متنافرين. هذا فن ماجين ومايع وكذا. وهذا فن إسلامي بين قوسين. ما هو فن إسلامي؟ لا تفهم. هو واحد كي يغني واحد كي يضرب وحدها الدف أو ما يضربش الدفقعة كما عند الناس في الخليج. أو أنه ما يغنيش في المقامات أخرى يغني فقط مقام الكرد كما في الخليج مثلا. يعني فأنا أحاول أن أجمع بين هذا الشطرين. الفن هو فن سامي بكل معاني. لا يستخدموا الكلمات البديئة والكلمات المحرمة شرعان. مكالمات الفائحة قبيحة. الموسيقى حلال. وأيضا هذا الذي يريد أن يتغنى بالدين بين قوسين. يعني بحسين الإسلامية. ما هي الهوية الإسلامية في ما هو فن. ما هي الحقيقة دي. هو أن يحترم الإنسانية. يحترم ما يحترم الشرع. فبالتالي حاولت نكون أنا في الوسط. هالا أعتدال. لا نكون هناك طرفين النقيد. وهذا الذي سوف نكمل هذه الرسالة. ويأتي أحد أخرين من بعدنا. نكون ضد الحجر الأساس. فأنا ولي شرف التأسيس. الحمد لله. سبب مجيء دي. عندي سهرة إن شاء الله. في قصر المؤتمرات. يوم سبعة عشر شهر إن شاء الله مع الجالية العربية الموجودة. وإن شاء الله أجانب يحضرون إن شاء الله سهرة ستنقيمها هناك. سبعتاش في الشهر. الجديد هو واحد الألبوم الذي أعمل عليه في تركيا وإسطنبول. كان مفروض أن يخرج في هذه الأيام. لكن أحداث العربية والظروف العربية الموجودة الآن. أخرتهم شيئاً ما. كان نتمنى يلقى الأجواء إن شاء الله القريبة. لكي يصدر إن شاء الله. كان نتمنى. لكن الآن مازال ربما لأنه الأحداث الموجودة في سوريا. في مصر. في تونس أيضاً. يعني في المجتمع العربي يوجد نوع من الحراك الذي ننتظر إن شاء الله أن يرسوه على خير. بإذن الله. ثم يصدر الشريط. كيف حالك؟ نقول المغاربة. تبارك الله عليكم. الله يوفقكم. يعني يعملوا في الحاجة التي تبين الخير التي تربطوا فيه. والقيام التي تعرفوها. وحاولوا تكونوا جالية. يعني متضامنة. تعكس. يعني تعكس القيام الحضارية والإسلامية بشكل أحسان. وتكونوا أحسان رسول لدعوة الخير ودعوة الإسلام. في جميع أماكن الأرض. حيث ما حللتم كونوا دعاة للخير. إن شاء الله وفاعلين. لأن الآن الشباب وغيره. وخصوصاً الشباب هم نواة ديال الحياة. فبتالي ما يبتدلوش حياتهم في كندا والدول الغربية. عموانية واحد المرتع للتراف وكذا. ولكن أيضاً مرتع للتعلوم. ولبناء الشخصية. وللتأثير. لا تلاحظون الناس يأتيون أجانب هنا ويصبحون وزارة ورؤسة. لماذا الجالية المغربية أو المغربية لماذا لا يكون منها من هذه الطينة؟ اللاغام. قداً. لا تلاحظون الناس. يجلسون الناس. أيضاً. نبي مكان مثلك لا يخاف وناذقين بشربنا وفلينا نبي على سبيل رحمن الرحيم هذا الحفل يأتي للاحتفال بعيد الفطر نهاية رمضان هنا في مونتريال وكانت المفاجأة فيها أننا أتينا بإسم موازن في عالم الفن اللي هو الفنان رشيد غلام فنان عربي مغربي معروف في مجال الأغنية العربية وخصوصا في المجال الروحي والحمد لله كان حسب انتظاراتنا الحمد لله كان جمهور بما تسمح به القاعة من قدرة استيعابية وكان جوا من الفرح وجوا من تناغم بين الجمهور وبين الفنان على مستوى عالي جدا الشيء اللي شجعنا الشيء اللي يشجعنا إن شاء الله تعالى من نسبة المستقبل نحن نفكر أن هذه المبادرة أن نعيدها للسنوات القادمة أن تتسع لمن ناحية الفنانين الحاضرين لمن ناحية أيضا المواد تنوع المواد تكون فيها محاضرات وندوات إن شاء الله وتحاول أنها تمس الجالية أكثر وتكون فرصة لالتقاء الجالية المسلمة هنا في مونتريال الله أحمن الرحيم أولا كنشكر الجمعية بلاجير التي تحتنا الفرصة باشتلاقينا مع فنان منطينا الرشيد غولام صار حفنان مبداع جامع ما بين جمال الصوت والطراب والحضور وكنشكرهم بزاف وعواشر مباركة وعيد مبارك سيء أهلا الفلاحة وانتحون زين الفلاح من صرى في الليدي حقا وأتاك قبل الصباح وَلَا عَلَّيْنَا بِالْتَهِمْ عَلَى إِرْنَا مِمْ تَنِيهَتِ وَاًتَا وَشَبَ الشّء عَدْتَهَنَا مِنْ تَدَعَا تِنْهَا أيها المرعوث فينا جميلة أبداً يا شخص عادة العوالي أبداً يا أيها المرعوث اشتركوا في القناة موريال موريا بحل مجهور موريال العالم كامل لم يكن الوقت متاح أكثر لأن نحتفي معهم وبهم أتمنى أن يكون الحفل راكاهم وأتمنى أن ألقاهم مرة أخرى في أوسع وقتين وأحسن استعداد إن شاء الله شكرا أنا جد سعيد جد فرحان حضرت في الأسرة ديالي وكانت عندي مشاركة أنني كنت من بين أعضاء ديال مجموعة أريج اللي في موريال يوم جمعاتها تكون مجموعة ديالأعضاء تلقى متاحنا حفالات هنايا نتغنوا فيها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والغناء الهديف وتنحاولوا ننقلوا عني الجالية العربية المغربية بدك الجود المغريب السلام عليكم مرحباً راحيد غولان مرحباً راشيد غولان موسيقى